مساء الخير أنا الدكتور إيهاب نادا أستاذ الأنف والأذن والحنجرة واستشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الأذن الدقيقة بمستشفى وادي ميل النهاردة هنتكلم على موضوع بسيط جدا ومنتشر بين الناس كتير ألا وهو الدوار أو عدم الاتزام كتير جدا من الناس وعلى اختلاف المرحلة العمرية من أول أطفال لغاية شباب أو ناس كبار السن بيعانوا في بعض الأوقات من الدوار أو الدوخة أو عدم الاتزام الحقيقة دي من ضمن الحاجات الكثيرة اللي بتعمل نوع من أنواع القلق للمرضى كبار السن بالذات بيبدأوا يقلقوا يخافوا أن يبقى فيه حاجة في المخ أو ما خلافه طبعا ده احتمال وارد لكن الأساس أو النومبر وان كوز سبب الرئيسي حاجة زي كده بيبقى دايما تبع الأنف والأذن والحنجرة كتير من الناس بيطلقوا عليها اسم شائع جدا اللي هو احنا عندنا الأذن الوسطى الحقيقة هي الأذن الوسطى ملهاش علاقة بالموضوع خالص هي دي تبقى للأذن الداخلية لها أثبات كتير جدا بدءا من مشاكل في الأذن الداخلية نفسها إلى نقص في الأكسجين اللي واصل للأذن الداخلية إلى التهابات في الأذن الداخلية شخصيا أو التهاب في العصب بتاع الاتزام اللي هو رقم 8 بغض النظر عشان ما نخشش في تفاصيل كتير هو موضوع بيبقى أغلبه بنسبة 98% ودي أرقام انترناشنال مش وجهة نظر الشخصية موضوع بسيط جدا لا يتعد علاجه بعض الأدوية البسيطة لمدة تتراوح من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع وإن شاء الله الموضوع بينتهي أيام كان السبب بتاعه إيه بننصح ان احنا أولا ما نقلقش ثانيا اللي قاعد فيه دور عالي ما يوقفش في بالكونة اللي بيسوق عربية يفضل لما يجيله هذه الأعراض ما يسوقش العربية أو لو مضطر يسوق يسوق بالراحة ويبقى جنب اليمين ناحية اليمين دايما يبقى يتوجه لطبيب الأنف أذن الحنجر بفحص بسيط جدا من غير أي أشعات ولا أي حاجة هنقدر نعرف بالتقريب بنسبة مثلا 80% أنهي سبب من الأسباب الكثيرة اللي قلناها هو اللي بيعمل الدوار الدكتور الأنف وأذن هيكتب العلاج هنتابع تاني وإن شاء الله الأمور بتروح لو ما رحتش فيه منوفر معين بيتعامل لو هو دوار حركة أو حاجة اسمه إبليز منوفر ده بيعمله دكتور الأنف وأذن الحنجرة أو الدكتورة المتخصص في السمعيات إجراء بسيط ما بياخدش أكتر من حوالي نص دقيقة أو دقيقة إلى ربع اللي بيبنرجع الكريستالات اللي وقعة وبتعمل هذا النوع من أنواع الدوار إلى مكانها الطبيعي وبيعتم الشفاء إن شاء الله بنسبة حاجات تكون 100% نادرا ما نحتاج أن نحجز حد في المستشفى ونديره إذا كان فيه مينيير مرض مينيير أو حاجة زي كده ينصح في هذه الأشياء لما يبقى الدور ده موجود الحركة تبقى بطيقة نقلل من شرب القهوة ونقلل من الحاجات اللي هي اللي فيها أملاح زي المخللات والأكل اللي هو فيه ملح كتير شوائي غير كده الأمر بسيط وعلاجه بيكون زي ما قلنا فوق 98% علاج دوائي وأمر بسيط بإذن الله شكرا